بودكاست شؤون شرق سوريا على دير الزور 24 أهلا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست شؤون شرق سوريا والذي يأتيكم عبر دير الزور 24 لقد أتاح الحراك الشعبي السوري مجالا واسعا للعمل الإعلامي بعيدا عن الإعلام الرسمي الذي كان أحد الأسباب التي دفعت للثورة ضد الطاغية وإن إحدى الأوجه المشرقة للحراك الشعبي السوري هو تحرر الإعلام إضافة إلى بروزه بعدة أوجه وطرق منها ظاهرة المواطن الصحفي وصحافة الموبايل والمراسلين غير الرسميين إلا أن أبرز هذه السمات حرية ما يقال في جامع التابهات في دير الزور كما في مناطق سورية أخرى نشط الإعلام وبرز صحفيون وإعلاميون وخرجت عشرات الصحف والمجلات والمواقع والمؤسسات الإعلامية في هذه الحلقة نناقش واقع الإعلام في دير الزور وموقع الإعلام بالنسبة لمناطق شمال شرق سوريا مع ضيفنا الصحفي باز بكاري سيد بازو رحب بك معنا في هذه الحلقة بداية يعتبر تواجد مؤسسات ومواقع وحتى صفحات وسائل تواصل إخبارية كثيرة دليلا على حيوية قطاع الإعلام هل هناك إحصائيات لهذه المؤسسات وتوزعها بين مطبوع مرء مسموع؟ نعم مساء الخير لك وليجميع المتابعين بالنسبة للإحصائيات صراحة بحكم السوشيال ميديا متابعاتها الصفحات وأحصائها أمر صعب بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات من الممكن أن يكون هناك هي لا تتعدى صعب على الواحدة ولكن بالنسبة لصفحات التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك أو على التويتر أو غيرها من المنصات للتواصل الاجتماعي الأمر صعب ولكن إن حصلنا الأكثر تأثيرا فهي أيضا قليلة جدا صراحة الوضع الملامي في منطقة دير رزور في شمال الشرق سوريا بشكل عام هناك حيوية في مجال الإعلام هناك إذاعات وتلفزيونات قليلة ولكن صفحات التواصل الاجتماعي مؤثرة ولكن في منطقة دير رزور للأسف نستطيع أن نقول أننا ما زلنا في البدايات حتى الآن لم تتعافى المنطقة من تأثير تنظيم دعش الارهابي ولم تنطلق بشكل واضح وكبير حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك حراك علامي فعلي في المنطقة ذلك بسبب ما زال هناك تأثير عامل الخوف على المشاطاء العالمين والعالمين بحكم أن التنظيم كان يستهتفى بالأقص قطع الأعلام وكان هناك شهداء لنا كثر على يد صلاحي التنظيم لذلك نستطيع أن نقول أن الأعلام في دير رزور خاصة في مناطق سيطرة الإدارة ذاتية وقوى سوريا الديمقراطية ما زال طور التأسيس أما في مناطق النظام السوري للأسف هي عبارة عن صفحات تابعة بشكل مباشر أما للنظام السوري أو تابعة للمجموعات أو الميليشيات الإيرانية التي اقتصر عملها على جذب وإقناع الناس في المنطقة بفكر إيران أو بفكر الثورة الإيرانية كونهم لا يجدون نفسهم دولة إيران تنظر لنفسها بأنها عبارة عن ثورة يجب أن تسيطر على المنطقة أو أن تتوسع فكر توسعي والميليشيات الموجودة هي تنشف الفكر أو تحاول أن تصبغ المنطقة بصفة تشيعة في المناطق الإدارة الذاتية من الممكن أن نقول هناك حراك ولكن بسيط هناك عوائق كثيرة هناك عوامل كثيرة قد نأتي عليها ضمن الحلقة ولكن مناطق النظام الموضوع المحصور في جهتين سواء النظام السوري أو إيران نعم هذا ما كنت أسألك عنه من حيث الإعلام ما هو الفرق بحسب مواقع السيطرة لكل قوى إن كان في مناطق النظام أو الميليشيات الإيرانية أو في مناطق قوات سوريا الديمقراطية في مناطق الإدارة الذاتية برغم العوائق وبرغم أن الإدارة الذاتية أيضا هي فتية وحتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك حرية كاملة للتعبير وأن العالميين يعملون بكامل أريحية في مناطق سيطرتها ولكن بمقارنة بالنظام ومناطق أخرى هي أفضل مناطق النظام السوري ذات العقلية التي كانت سائدة الأدوات اختلفت أو الأدوات تطورت مسألة السوشيال ميديا وكثرت إذاعات والأدوات الجديدة للإعلام البديل أو الإعلام الحديث ولكن المسيطر والعقلية هي ذاته هي عقلية النظام السوري التي تظهر النظام السوري أنه المسيطر والنظام البطل والجيش السوري هو الذي يحارب الإرهاب وإلى آخره ويقتصر جهة النقد إن كان من مهام العالمين والمؤسسات العالمية أن تنتقد أداء الحكومة أو أي سلطة حاكمة يقتصر على بضع أمور يكون هناك خطوط حمر تم وضعها أمام العالمين وهم العالمين بالأساس طابعون للنظام وإيدون للنظام السوري والفقرية أما في مناطق الإدارة الذاتية نستطيع بأن نقول بسبب تسليط الضوء على المنطقة وكثرة المنظمات وحتى وجود التحالف الدولي والمنطقة التي يعني منطقة دير الزور ومناطق مورقة وحتى الحسكة بأنها خرجت حديثا من تحت سيطرة تنظيم داعش يعني سنتان ليس بمدة طويلة يعني يعادل بناء المجتمع فكثرة المنظمات تجعل يعني هناك عوامل ضغط على الإدارة الذاتية وحتى فكر الإدارة الذاتية يعني هو أكثر تطورا يعني نستطيع أن نقول أنه في سلطة أكثر تقدم من النظام السوري لذلك هناك مجال أوسع وحرية أكثر رغم ما أعود وأؤكد يعني أنها تجربة فتية وهي ننتقدها بشدة وهناك كثير من الأمور التي يجب إصلاحها خاصة أن الإدارة الذاتية يعني أعمام سن قانون جديد للأعلام هذا أيضا يعني هو المطلوب منها أن يكون هناك بداية جديدة وانطلاقة فعالية لفتح الطريق وأن يكون هناك حرية التعبير أن تكون حرية التعبير والعمل الصحفي في المنطقة مصانب بشكل فعلي وليس بشكل مكياج شكلي وعلى الواقع أن يكون هناك تضييق الأعلام نعم يعني بهذه النقطة بالتحديد كما تحدثت عن حرية الإعلام يعني إلى أي مدى حاليا هناك حرية ميدانيا وهل هناك ملف للانتهاكات ضد الصحفيين خاصة أننا نتكلم عن دير الزهور التي تنقسم بين قوى متعددة للأسف الانتهاكات يعني إذا انطلقت من موضوع الانتهاكات هذه الانتهاكات بحق العلانية كثيرة يعني من ثلاثة شهاد الجهة الأولى النظام السوري وإيران وكما ذكرت لك يعني من يغرد خارج السرب سيكون معارضا لأي للأعتقال للاختطاف للاختفاء وهذا وديدا للنظام السوري يعني قبل الثورة السورية وبعدها وحتى الآن هو كل ما يخالفه في الرأي صحفيا كان أو سياسيا أو غير ذلك فهو مرفوض وهذه الصورة العامة التي نستطيع أن نرسمها لمناطق السيطرة للنظام السوري في مناطق الإدارة الذاتية هناك عاملان يعيقان أو هناك نوعان للانتهاكات أو طرفان ينتهي كان الحرية العمل الصحفي والصحفيين حقوق الصحفيين الجهة الغير مرئية وجهة الغير مسيطرة وهي الخلايا النائمة الخلايا النائمة للتنظيم داعش للأسف يعني هي لازالت مستمرة في في سهداف غير العالمين والعالمين بحكم الحديث عن العالمين ساختصر الحديث عن العالمين هناك سهداف العالمين والنشطاء هناك عمليات اختطاء فوقتها حصلت في المنطقة قد لا تكون بزاعة الوتيرة التي كانت عليها عمليات قتل الصحفيين أيام سيطرت للتنظيم ولكن هذا يشكل عام الخوف يعني حتى ولن تكون عداد المقتطفين والمقتالين كبيرة ولكن هي تمنع الكثير من أن يعودوا ليزاولوا عملهم أو ليكون هناك عمل عالمي فعلي في المنطقة الطرف الآخر الذي ذرى ذاتها الذي ذرى ذاتها أيضا وفي كامل مناطقها هناك ملفات وعدت هناك منظمات حقوقية ومنظمات حقوقية صحفية أيضا قامت بتوثيق الانتهاكات هناك انتهاكات وان خفت الوتيرة في الآوينة الأخيرة في السنة الأخيرة وقلنا نصحة تعبين يعني كان هناك وثيرة أخف كان هناك مجال أوسع لعمل الصحفيين ولكن بحكم أن المنطقة أيضا لا زالت غير مستقرة هناك مزاجية بعض العسكر هي تؤثر على عمل الصحفيين ويتم نتيجة لذلك انتهاك حقوق الصحفين والانتهاك لا يكون فقط بالاعتقال والاقتطاف يعني عدم منح التراخيص هو انتهاك العملية التمييز بين وأسسة وأخرى بحسب قربها اللقاءة معين أو بعدها أو قربها من فكر الإدارة ذاتية أو رفضها للفكر الإدارة ذاتية هذا أيضا يعني نستطيع أن نقول لهم ضمن عملية عرقلة عمل الصحفيين وهذا يحصل للأسف يحصل لولا لم يكن بذلك النسبة الكبيرة ولكن فعليا يحصل وهذا يوعيق عملية إعادة بناء المجتمع ككل وليس فقط القطة على الإعلام نعم يعني قبل الانتقال إلى نقطة أخرى بجملة واحدة كيف تصرف حرية الإعلام ميدانيا في مناطق الإدارة الذاتية إن قلت من عشرة فلا أمنحه أكثر من ستة نعم سيد باز يعني يجد متابعون أن القوانين الإعلام لدى الإدارة الذاتية جيدة لكن في التطبيق هناك فروقات كبيرة ما السبب برأيك؟ يعني بامتدان للسؤال الآخر يعني جواب على السؤال السابق القوانين حتى الآن القوانين هي شكليا جيدة ولكن هناك ثغارات كثيرة في هذه القوانين هي التي تسبب أو تؤدي إلى إعاقة العمل ميدانية على أرض الواقع فعلا هذا الكلام صحيح يعني عمليا على أرض الواقع بسبب كما قلت من زجية بعض العسكر أن هناك قطاعات عسكرية تابعة لقصد ولكن هناك أشخاص هم متنفذون وهم يساعدون أو يحابون المؤسسات التي يودون أن تنشط وهناك مؤسسات يتم فرض قيود عليها ولا يتم تضييق حركتها أو الحدم حركتها للأسف يعني الإدارة الذاتية المطلوب منها تحسين أو أن يكون المشروع الحالي هناك مشروع أعداد قانون أعلام جديد الأعلام القانوني الجديد يجب أن يكون حامياً وضامناً لحقوق الصحفيين في مواجهة السلطة الشيء الثاني أن لا يكون هناك ثغارات يستطيعون عبرها المتنفذون أو بعض الجهات الأمنية أو الجهات العسكرية بالضغط على الصحفيين سواء عبر عبارات من قبيل هذا يؤدي إلى فتنة هذا يؤدي إلى الدعم الإرهاب إلى آخر يعني هناك صلحات فطفاضة يجب أن تكون واضحة يجب أن يكون هناك تعريفات واضحة للمحظورات إن كان هناك محظورات يعني مسألة العنصرية مسألة دعم الإرهاب هذه محظورات متوافقة عليها ولكن يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد ومحددات لهذه المحظورات حتى لا يستطيع أي أحد أن يستفيد عبر تأويل هذه القوانين للتضييق على العمل الميداني نعم سيد باز يعني يتهم صحفيون مؤسسات الإدارة الذاتية بأنها غير متعاونة مع الصحفة كيف ترى هذا الاتهام بصراحة الإدارة الذاتية لا نستطيع أن نقول مؤسسات قائمة ككل يعني هي التي لا تتعاون مع الصحفين ولكن هناك مسؤولين في الإدارة الذاتية أنا شخصيا كصحفي واجهت الكثير يعني من هذه النماذج نتواصل معهم نطلب تصريحا معينة نطلب معلومة معينة ولا يتجاوبون في العموم لا أستطيع أن أقول الأمر مختلف في العموم هناك تجاوب من ناحية التصريحات وتعاطيم على الإعلام ولكن هناك مسؤولون هناك شخصيات قد لا تكون ثابتة حتى ولكن هناك مسؤولون وشخصيات لا يتعاونون وهذا الأمر موجود يعني صراحة هذا الأمر موجود وهذا أيضا من ضمن المطلوب يتضمن القانون العلامي الجديد أن يفرض على المسؤولين حرية الحصول على المعلومة أن يكون لك الصحفي قادر وحر في الحصول على أي معلومة يود الحصول عليها يعني معادل معلومات العسكرية التي تهدد أمر المنطقة وهذا في كل الدول موجود ولكن حرية الحصول على المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع وبالتساوي لأن يكون لك محابات لمؤسسة علامية على حساب مؤسسة علامية أخرى أو شخص أعلامي على حساب شخص أعلامي آخر على أساس التفكير أو وحدة التفكير أو القومية أو أي شيء يكن نعم برأيك هل يؤثر عدم الاستقرار في مناطق دير الزور على عمل الصحافة من حيث تحقيقات صحفية أو التقارير؟ بكل تأكيد للأسف حتى الآن لا نستطيع القيام بتحقيقات معمقة أو تحقيقات تمس الواقع بشكل واضح في المنطقة وذلك بسبب عدم الاستقرار سواء خوفها من تنظيم داعش المصلاحية أو خلايا النائمة التي تسادف الصحفيين أو الإدارة الذاتية الأسئلة السابقة أظن أنني وضحت الأمور هناك مزاجية لدى بعض المسؤولين تعيق عمل الصحفيين وبالتالي حتى الآن ليس هناك أي مواد صحفية نادرة جدا المواد الصحفية التي استطاع فيها الصحفي أن يقوم بعمله بتعمق وبتوسع وبأريحية حتى وإن كان هناك مواد صحفية خرجت من المنطقة فعلية ومعابرة ولكن للأسف كان هناك صعوبة جدا وحتى الآن الصعوبات مستمرة وهذا يجعل استمرارية عدم إعادة بناء المجتمع مستمرة حتى الآن وهذا لا يؤثر فقط على العالمين يؤثر على المجتمع ككل ويؤثر على الإدارة الذاتية بالنهاية العدم الاستقرار في المنطقة ليس مصلحة الإدارة الذاتية نعم إذن بالحديث عن هذه النقاط بالتحديد هل ترى أن هناك ملامح تميز أو تفرق الصحافة في دير الزور عن غيرها من المناطق؟ بالطبيعة الحالي الوضع الحالي في دير الزور يجعلها متميزة لكن سلبيا للأسف ليس إيجابيا حتى الآن ليس هناك عودة العمل الصحفي في منطقة دير الزور رغم أن خروج داعش من المنطقة ترضع من المنطقة مرة عليها أكثر من سنتين ولكن لم تعد عجلة العمل الإعلامي لم تتحرك كما تتحركت في باقي المناطق يعني قلنا في الحسكة أو في الرقة حتى الوضع أفضل بكثير من دير الزور وهذا ما يقلقنا كصحفيين من أهل المنطقة يعني نحن نكتب عن الآلام المنطقة هناك آلاف القصص هناك آلاف المشاكل والقضايا العالقة القضايا التي لم يتم الحديث عنها في المنطقة سواء بسبب القوانين الإدارة ذاتية وحتى بعض المشاكل المجتمعية يعني هناك بعض العوائط أو الحواجز المجتمعية تمنع عودة أو أن يتدور عجلة العلام في المنطقة بالشكل الصحيح وأن يكون هناك نشاط فعلي وهناك عمل العلامي فعلي في المنطقة هذا ما نتمنى أن يكون هناك دعم سواء من الوسات الداعمة وسواء من الإدارة ذاتية سواء عبر التكاتف والشخصيات والوجهات المجتمعية والعشائرية لتطوير العمل العلامي في المنطقة وأيضا تتطلب شجاعة من النشطاء والصحفيين في المنطقة لينهضوا ويعودوا ليقوموا بعملهم نعم إذن كيف تقيم العمل الصحفي في دير الزور عامة؟ بصراحة حتى الآن هو أيضا أن نستطيع أن نقول تجربة فتية حتى الآن العمل الصحفي في دير الزور لم يرتقي إلى مستوى المطلوب لم يرتقي إلى مستوى أو متطلبات المجتمع وأهالي المنطقة حتى الآن العمل الصحفي قد استطيع أن نقول المؤسسات التي تعمل من الخارج هناك مؤسسات كثيرة يعني تقدم نفسها على أنها تربعة لدير الزور أو أنها من وأجل دير الزور ولكن هي تخدم أجندات ليست لها علاقة بدير الزور وحتى تؤثر سلبا هناك حتى مؤسسات في الداخل أيضا اهتمت بالشكليات ولم تهتم بالآلام الفعلية والمشاكل الفعلية لأهل المنطقة يعني دور الأعلام لا يقتصر فقط على تصوير المسؤولين أو تصوير الجلسات والاجتماعات العشائرية ليس هذا هو دور الأعلام دور الأعلام هو تكبير رأي عام هو نقل صورة الواقع المعاش للمواطنين الذين لا يزال الكثير منهم لم يعودوا إلى قراءهم ومنازلهم وهذه الأمور كلها قليلة جداً المواد التي تتحدث عن هذه الأمور لذا العمل الصحفي في دير الزور حتى الآن لم يصل إلى طموحات المجتمع في دير الزور نعم برأيك ما أكثر من يقلق الصحفي الموجود في دير الزور حالياً الدرجة الأولى الخلايا النائمة لتنظيم داعش هي تؤثر على عمل الصحفي بشكل كبير وهي تشكل عمل خوف الأمر الثاني هو موضوع الإدارة الذاتية وقانون الأعلام الذي لم يسمح حتى الآن القانون الجديد وعدم وجود قوانين واضحة لتحرك العالمين هذا يقلقم والشيء الأخير والثالث هو عدم وجود دعم فعلي للمواسسات العالمية في دير الزور من المواسسات الدعمة التي تدعم الكثير من المواسسات في سوريا هناك ملايين الدولارات وأبيئات الولف وموقع الملايين تصرف من أجل دعم للمواسسات العالمية في سوريا دير الزور حتى الآن للأسف محرومة essentially ما السبب برأيك حول قلة الدعم الذي تتحدث عنه للأسف يعني كما قلت في السؤال الآخر يعني الدعم ذهب إلى كثير من المؤسسات الموجودة خارج سوريا والتي تقدم نفسها لأنها مؤسسات من أجل دير رزور ولكن هي تخدم مجندات أخرى لا تخدم مصالح أهل دير رزور هناك مؤسسات في تركيا في لبنان من الممكن أن يكون لا تخطرني إلى الأسماء ولكن في تركيا الكثير من المؤسسات تقول بأنها مطابعة لدير رزور وتقوم بأخذ الدعم باسم دير رزور وباسم أهل دير رزور ولكنها لا تقدم شيئا لدير رزور حتى الآن لم تقدم شيئا وأنها تسير أو تروج بفكر طرف سياسي معين أو دولة معينة على حساب أهل دير رزور نعم هل الكوادر الإعلامية الموجودة في المنطقة كافية لتغطية الأحداث ونقل ما يحدث مع الأهالي وينقصها فقط الدعم بكل تأكيد الدعم يجب ليس فقط ماديا الدعم يكون بتدريب هذه الكوادر الموجودة بعادة أهل الكوادر التي هناك كوادر كثيرة كما قلت الحالة النفسية تأثرت بنتيجة الضغط المستمر وما شاهدوه من مشاهد يجب أن يكون هناك دعم نفسي لهذه الكوادر يجب أن يكون هناك مؤسسات أو مشاريع لخلق الكوادر تكون قادرة على تغطية المنطقة وفي نهاية الدور المادي أو الدعم المادي المالي لمؤسسات القائمة ولكن هذه الكوادر الموجودة منهكة وهي قليلة في الأساس هي قليلة في الأساس وهي منهكة نتيجة العمل للصحفي خلال فترات تحت الضغط يعني كثير من زملائنا الصحفين عملوا أثناء وجود تنظيم داعش في السر وضحوا بالكثير وكان هناك تأثر كثيرا نتيجة هذا العمل التحت الضغط اليوم هناك ليست مثار اهتمام اليوم هم محرومين من الاهتمام فالدعم يجب أن يكون على أكثر من الصعيد حتى نستطيع النهوض بالقطاع الصحفي أو العمل الإعلامي الصحفي في المنطقة يستلزم الأمر أن يكون هناك عمل على أكثر من الصعيد وعلى أكثر من جهة وخلق بيئة مناسبة وخلق كوادر جديدة تستطيع النهوض والعمل الإعلامي في دير الزور نعم هل ترى أن الإعلام في دير الزور سيشهد تحسنا في الوقت القادم أم لا؟ قد يكون بشكل متباطئ ولكن حسب متابعاتي وحسب ما أعلم هناك الكثير من الشباب من أهل دير الزور صحفيين وصحفيات يقومون ويعملون ويبحثون عن مخارج ويحفرون في الصخر حتى ينهضوا بالعمل الإعلامي قد يكون هناك بطء في هذا العمل قد يكون هناك المسار أو الطريق غير معبد والطريق فيه عواء كثيرة ولكن حسب علمي وحسب متابعاتي وطاع عملي مع الكثير من النشطاء صحفيين وصحفيين في دير الزور لدي أمل في أن يكون هناك نهوض بالحالة العلامية ولكن للأسف سيكون في شكل متباطئ للأسباب التي ذكرتها قبل نعم الصحفي باز بقاري كنت معنا في هذه الحلقة التي تطرقنا من خلالها إلى واقع الإعلام في دير الزور أشكرك جزيل الشكر شكرا لكم إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من بودكاست شؤون شرق سوريا والتي قدمها لكم محمد أمين لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم في ذات الموعد إلى اللقاء بودكاست شؤون شرق سوريا على دير الزور 24